اشتركوا في القناة للجدي والان هو بالجدي وبدو يرجع على الدلو يعني فيه كان فترة كثير من الامور الضاغطة الان استقر هو رجع لحركة الامامية طبعا اليوم او رح ينتقل هو مساء يوم 14 اثنين في تمام ساعة 9 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينج رح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو طبعا هو في حركة امامية ورح يظل حتى صباح يوم 10 ثلاثة يعني للساعة 1 و 32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من يوم 10 ثلاثة رح يظل موجود في برج الدلو بعدها بنتقل لبرج الحوت طبعا كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته عن القدرة الفكرية عن نقل افكارنا للغير تقوية الذاكرة بيتحكم في الاتصالات في المواصلات من اهم صفاته الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الامور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته العصبية والانتقاد والتقلب بالمزاج طبعا بدنا نشوف احنا عشان نحكم على كوكب عطارد هل رح يكون سعيد اثناء وجوده في برج الدلو ولا رح يشكل زوايا سلبية ويكون منتحس اثناء وجوده في برج الدلو فعشان هيك نعتمد احنا دائما على الزوايا الزوايا الفلكية اللي بتحدد لنا قديش الطاقة اللي رح تكون موجودة لهذا البرج وانها رح تكون لصالحنا ولا لا وبرضو الزوايا هاي ان كانت ايجابية شو نستغل فيها واذا كانت سلبية ايش نحذر منه منشوف انه اول زاوية رح تتشكل تأثيراتها رح تبدأ من يوم ثلاثة وعشرين اثنين لغاية ستة وعشرين اثنين هاي زاوية تربيع بين عطارد وبين أورانوس ورح طبعا ذروتها يوم خمسة وعشرين طبعا هاي زاوية التربيع يعني زاوية سلبية فعشان هيك بما انه تربيع عطارد الو حراكة بالمواصلات والاتصالات الو بالنشر الو بالالكترونيات الو بالامور هاي مع أورانوس معناته في فترة بدل على مفاجآت طبعا احنا منعطي ذروتها هي من ثلاثة وعشرين لستة وعشرين ولكن ممكن يكون قبلها بيومين وبعدها بيومين كمان ولكن الذروة تاعت الزوايا بتكون بهاي المدة طبعا من أهم الآثار اللي بتأثر علينا بهاي الفترة بتصيبنا حالة من التشتت الفكري عدم التركيز بيصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل تجعلنا عصبيي المزاج نرتكب أخطاء ونتهور كما انه هذا وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة برضو أثناء قيادتكم للسيارات بتكونوا منتبهين من المفاجآت اللي ممكن تصير أثناء القيادة طبعا هذا تحذير للكل عشان الكل يوخذ حذره بالفترة هاي اللي هي من ثلاثة وعشرين لستة وعشرين ينتبه ما في داعي للمغامرات ولا للتهور أما بالنسبة دهوليا فهي بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في البلاد غالبا عادة بتكون الكتابات السياسية مدعمة لأصحاب اليمين اللي هم الناس اللي بكونوا متشددين فبتشهد هاي الفترة احتجاجات مظاهرات خصوصا للحركات النقابية احتمال وقوع تقلبات عنيفة في المناخ في مثل هاي الفترة مثل عواصف ثلوج بالطال مناطق بشكل غريب أو غير مسبوق واحتمال وقوع بعض الأحداث العنيفة زي تفجيرات أو زلازل وكمان بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير اللي ممكن يتعرض لها بعض رجال الصحافة أو الكتاب وهاي ممكن توصل حتى للمتابعة القضائية أو الاعتقال كمان الأهم من هيك انه هاي بما انه عطارد في النص فمعناته قد يكون فيه اشي العلاقة بالحوادث الحوادث هاي بالاتصالات بالمواصلات يعني بالسيارات بالنقل باللاظ يعني مش منقدرش نحدد على اي شيء ولكن هي بكل شيء العلاقة بالمواصلات ممكن يصير فيه حادث شوي يلفت الانتباه اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهيا زاوية بتبدأ يوم 28 اثنين وبالظل مستمرة لغاية 4 ثلاثة هاي زاوية اقتران هي سلبية راح تكون برضو بين عطارد وبين زحل وهي ذروتها راح تكون مساء يوم اثنين ثلاثة طبعا هاي الزاوية هو عطارد ما هو معروف كوكب منافق عادة في بعض الفلكيين بقولوا عنها هاي زاوية ايجابية لكن انا بشوف انها هي سلبية او منقدر نقول انه السلبيتها بتضغى اكثر لانه عطارد معروف عنه كوكب منافق مع السعيد بسعد ومع المنتحس بنتحس زحل بطبيعته نحس اصغر او النحس الاكبر وفي نفس اللحظة بشكل زوايا سلبية وثاني اشي هو منتحس اساسا تطلق تلقائيا عطارد راح يكون ضعيف فهاي الزاوية بتسبب التعب قلق الحذر من اي شيء بتصير حذر هي قلق من اي شيء بتميل للكآبة بتحد من الخيال بتخلينا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا لبعض الارهاق وبعض الاشياء اللي ممكن تضر بصحتنا خصوصا عطارد فهو الو علاقة بالدورة الدموية والغداد اللينفوية والامور اللي زي هيك فعشان هيك بتكونوا شوي ريلاكس هدوء ما في داعلم للانفعالات اما بالنسبة لها سياسيا او دوليا طبعا هي بتركز على الصحف والجرائد وبتدل على انتقاد الصحف والجرائد بصير فيه تراجع في المردود في القطاع الفلاحي برضو النظام الصحف والجرائد هذا احنا بالاردن احنا عارفين شو اللي قاعد بصير في هذا الموضوع الو فترة طبعا لانها هاي الزاوية تكررت فنفس الاثار من لما حدثت اول مرة اللي هي قبل تقريبا شهر اللي هي لما كان في حركة امامية وبتراجع ورجع للحركة هاي فيعني كل اللي في الاردن عارفين شو اللي صار في الصحف نرواتب ما قبضوا مظاهرات واعتصامات ومن هاي الامور كذلك هي الها تأثيرات على الصناعات الثقيلة والمؤسسات الدولة وممكن تشهد هاي الفترة اضطرابات واحتجاجات لتحسين اوضاع اليد العامل في قطاع الصحافة او النشر او التعدين المناجم تحسين اوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة او فساد في بعض مؤسسات الدولة او المؤسسات المالية او الامن الوطني طبعا هاي نعممها مش دولة ما دولة ما خلينا بناش نقول الدولة الفلانية هي دولة ما هي رح تنطبق على اكثر من دولة اساسا بالفترة القادمة طيب بما انه هذول الزاويتين هم اكبار وهم اغلب الوقت اللي رح يكونوا متشكلات ما في زوايا ايجابية رح تتشكل فعشان هيك بنحكي هنا وهو ايضا عطارد لما بكون بالدلو باعتمد بحركته الاساسية على القمر يعني على الزوايا اللي بشكلها مع القمر فعشان هيك بما انه في عنا زاويتين سلبيات العطارد مع زحل مع اورانوس ودولة كوكبين مش سهلات فعشان هيك بنشوف انه اغلب الوقت رح يكون الطابع سلبي لعطارد اثناء وجوده في برج الدلو خلال الفترة ما بين 14-2 لغاية يوم 10-30 طيب خلال الفترة المذكورة طبعا اهم مولود رأى لازم نحكي عنه هو مولود برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيشعروا بالفترة هاي بقوة الفكر والادراك الجيد للامور والقدرة على اقناع الغير باراهم ووجهة نظرهم وبينشطه في الدراسة والسفر والاتصالات بشكل كبير بيستفيد معهم كل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده برضو في برج الدلو هذا واحد اثنين بيستفيد معه اللي هم اصحاب الابراج الهوائية والابراج النارية اللي هم الجوزاء الميزان طبعا مع الدلو والحمل والاسد والقوس وكل شخص زي ما حكينا كان عطارد موجود عنده في برج الدلو في ساعة ميلاده طيب ايش بتأثر على باقي الابراج يعني الحمل مثلا خلينا نشوف نحكي برج الحمل من نسبة لموليد برج الحمل طبعا بيميله لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وممكن يتعرفوا على الاصدقاء او ينشطوا بعلاقاتهم واتصالاتهم مع الاصدقاء بالفترة هاي بشكل كبير ولكن بما انه عطارد رح يكون شوي منتحس في بعض الاوقات فممكن بعض الصداقات يصير فيها نوع من انواع التوتر في هاي الفترة او تنتهي علاقة صداقة ما بينك وبين شخص او يعني يصير فيه مشاحنة ما بينك وبين احد الاصدقاء فابدك تحذر ما تفرض سلطتك على اصدقائك اثناء تعامل معهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبيميلوا لا يعني اشياء لها علاقة بنشاط بميدان العمل والعلاقات الاجتماعية الناس اللي من الطبقة الراقية تقديم طلبات او سيفي للعمل شغلات زي هيك هاي بتفيدهم بشكل كبير ولكن ممكن بعض موليد برج الثوري يصير عندهم نوع من انواع الفتور في الطاقة عندهم فيهملوا بعض المشاريع او الاعمال المكللة لهم وهذا الشيء ممكن يعرضهم لبعض المشاكل فعشان هيك برضو بتكون تنتبهوا من بعض المغامرات او الاشياء اللي ممكن اتعرض سمعتكم الاجتماعية لشبه ما او اشي يمس سمعتك فعشان هيك لازم تتحلى بالصبر وتضبط اعصابك لاخر حد برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بتنشطوه في امور العلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة السفر البعيدة التواصل مع اشخاص خارج البلاد علاقات جيدة على مستوى دورات دراسية او الدراسة الجامعية او امتحانات جامعية او مناقشة رسالات مثل الماجستير الدكتوراه الشغلات هاي كلها ممتازة جدا حتى لامور العلاقة بالهجرة او السفر البعيدة يعني برضو بتساعدكم ولكن من ناحية سلبية بتكون تحذروا من اي وعد ممكن انه شخص يقطع لالكم لانه بالفترة هاي اذا كان عطار منتحس اعرف انه من الصعب انه يوفي بهذا الوعد يستحسن برضو بهاي الفترة انك تنتبه اثناء سفرك وتتفقد كل امتعتك وما في داعي للمغامرات والمجازفات اثناء قيادة السيارات لبكون افضل برج السرطان بتنصب افكارهم لما وليد برج السرطان حول الامور المالية المشتركة يا اما قروض بنكية يا اما بسدوا ديون او بحصلوا مبالغ مالية لها علاقة بميراث بمبالغ مش قادرين يحصلوها اشي باخدون الزوج يعني الامور المالية المشتركة اللي هو المال اللي بكون فيه شريك معك فيه هو هذا اللي رح يهمك خلال الفترة هاي ورح تنشط فيه بشكل كبير ولكن السلبية من عطارد انه بالفترة هاي بزيد فيها طيشك وبزيد فيها عصبيتك وممكن تسمع فيها خبر سيء لدرجة انه رح يزعجك حتى لو كان ما اليك علاقة في الموضوع في طرف ولكن الطرف هذا بكون بعز عليك فهذا الاشي رح يستفز بدكوا تتجنبوا برضو انه تغامروا اثناء تنقلاتكم واثناء سفرياتكم واثناء يعني الاتصالات والمواصلات بدكوا تنتبهوا على حالكم برج الاسد طبعا الفترة هاي ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج الاسد لا تبادل الاراء والافكار والمصالحات والتقارب ما بينكوا بين الشركاء شركاء المال او شركاء العاطفي وبتقدروا تقنعوهم بوجهة نظركم ولكن اذا عصبت شوي فهنا كارثي لأنك رح تعمل خلافات ونزاعات مع شركاءك او مع زوجتك او مع زوجك بحد كبير لدرجة انه ممكن انه ما تنحل الامور بسهولة فعشان هيك الضبط العصاب مطلوب وطريقة الحوار بدها تكون مرنة واذا شفت حالك عصبت بدك تهدى وتبعد عن اي مشاحنات بالفترة القادمة على مستوى الشركاء تحديدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا عطارد الان موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والو علاقة بالصحة فعشان هيك الفترة هاي بتفيدهم افكارهم بشكل كبير على تطوير عمل على عمل جديد بداية مشروع جديد تسويق لعمل جديد علاقاتهم مع زملاءهم علاقاتهم لترتيب عمل جديد هاي كلها امور ممتازة جدا ولكن بممكن يصير بعض التوتر في علاقاتك مع رفاقك في العمل وزملاءك بسبب سوء تفاهم ما بينكم او بسبب عصبية فبرضو بدك تنتبه اثناء العمل من بعض الاخطاء او الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في ميدان العمل اللي ممكن يعرضك لا اصابة فعشان هيكي بدك تنتبه على النطاقين هذول وفي نفس اللحظة انتبه اثناء حركتك يعني هي هاي انتبه اثناء الحركة هي افضل نقطة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو البيت الخامس لا الهم ويعتبر بيت الحظ المطلق فبما انه عطارد موجود فهو رح يحثهم بالنشاط العالي جدا بالترفيه والتنقلات والتواصل والحضوض والنشاط الادبي وانهم يتواصلوا مع اولادهم بشكل جيد وبرضو بالمغامرات ولكن بما انه عطارد رح يكون شوي فيه نوع من انواع السلبية فعشان هيك بتكون شوي بكونوا موليد برج الميزان عندهم نوع من انواع التردد وممكن يسمعوا خبر غير سهر برضو عن شخص قريب لالهم وحاولوا اثناء حواراتكم ما بينكم وبين الاحبة تضبطوا عصابكم ما في داعي للتحكم وفرض السلطة على احباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنصب افكارهم حول شؤونهم في مجال العقارات والامور البيتية والامور العائلية فهنا بيعرف محيطك العائلي نوع من انواع التوتر ممكن انك شوي تهتم ببعض المجالات العقارية او تستأجر بيت او ترحل على بيت او يصير عندك اهتمام حتى انت مسافر يصير عندك رغبة بانك ترجع لبلدك الام او لبلد المنشأ تبعك على اساس انه زيارة الاهل او ممكن يجيكو شخص من خارج البلاد او يصير مناسبات عندكو الها علاقة بالبيت والعائلة ولكن في فترة نحوسة عطارد ممكن يصير بعض المشاكل اللي الها علاقة بمحيطك العائلي فممكن شوي يكون الجو متوتر ويسبب لك سوء تفاهم او تتعرض من بعد الضغطات لا ارهاق يعني شوي بيكون ضاغط عليك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اول المستفيدين هنا لهم الطلاب الابتدهائي والثنوي هذولا رح يستفيدوا بالدراسة والمطالعة وبداية المراحل الدراسية رح تكون عندهم بالفترة هاي نشطة وعندهم قدرة استيعاب عالية وبستفيدوا منها بشكل كبير هذا بالنسبة للطلاب بالنسبة لباقي موليد برج القوس طبعا في منهم اشخاص ممكن يشتروا سيارة او يصير عندهم سفر قصير تنقلات كثيرة ترويج لسلع او لبضائع بصير يعني قوة قوة بالاقناع عندهم بالتسويق وبرضو ممكن الشغلة هاي تحتاج لتقديم طلبات واقناع على سيفي تبعتك مثلا تقنع فيها اشخاص او في مقابلة مثلا اما في سلبية عطارد ممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد او متحير بيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة او افشاء بعض الاسرار فعشان هيك بدك تحاذر من كلامك ومن مراسلاتك عشان ما تتسجل عليك نقاط برج الجديد بالنسبة للموليد برج الجديد تنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال طبعا بما انه في البيت الثاني معناته نشاط حركة طريقة تبحث عن سبل افضل لمكسب المال من عمل اضافي مستردات هبات دعم تحصل اموال اليك طريقة كيف ترتب وضع مالي معين كيف تسكر بعض الديون اللي بتكون موجودة عليك كل النشاط رح يكون على هذا الامر ولكن بالفترة هاي ممكن يكون في بعض العلاقات المتوترة ما بينك وبين احد رفاقك في العمل وممكن ترتكب بعض الاخطاء في اراءك وفي احكامك فعشان هيك ما تتسرع باتخاذ القرارات وتجنب التوقيع على الوثائق المهمة الا اذا راجعتها ودققت فيها واستشرت اهل الاختصاص في هاي الوثائق على اساس انه بلاش يكون فيه بند معين وانت ما تنتبه له برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا حكينا احنا في الوسط الحلقة انه بتعزز عندكم قوة الفكر والادراك والقدرة على الاقناع الغير بياراكم وبتنشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات يعني بكل المجالات تقريبا انتو النشاط الكامل موجود عندكم ولكن هاي الفترة اذا لما يصير العطارد في انتحاسه فممكن شوي تشعر ببعض الارهاق او الاجهاد وهذا السبب بيكون بسبب عصبيتك بسبب تلهفك سرعة انفعالك وقلة صبرك فعشان هيك عليك انك تتجنب في هاي الفترة اتخاذ قرارات مهمة حاسمة لازم انك تتريد اجلها يوم عندك قرار اجله يوم يومين ثلاثة فكر فيه واستشير فيه قبل ما تتخذ القرار وكمان عند تراقلاتك دير بالك من التهور ركز بشكل جيد ما تنفعل اثناء القيادة حتى لو الدمية فاضية انسى الموضوع وبرضه بتركز على انه ممكن تسمع اخبار متناقضة وهذا الاشي ممكن يسبب لك نوع من انواع الازعج برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا تجمع للكواكب في بيت متاعبك يعني في الدلو بيت متاعبك فهنا شوي انت ممكن من كثر الضغط اللي صار عليك في خلال الفترة الشهر الماضي هاد انه كثير من موليد برج الحوت يلجأوا للاهتمام بالغيبيات احنا مسحورنا احنا معمول لنا عمل احنا محسودين اه افلان مش عارف ايش عمل لنا طبعا هذا كله طبعا اطارد هسا رح يعزز هاي الامور بشكل اكبر لا الامور الها علاقة بالحسد ولا بالسحر ولا بكل الامور حتى لو اللي شاف لك بدي يحلف لك على المصحف الفترة هاي هاي فترة بيت متاعبك تجمعت الكواكب وتراجعت وا 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 كلها في بيت متاعبك ضرتك لفترة شهرين تقريبا ضغطتك بشكل كبير والشهر هذا اكثر فا اكثر فعشان هي كي بدك تصبر لحديث ما يوصل عيد ميلادك الفترة هاي بيبدأ اهتمامك بالغيبيات بشكل كبير برضو بحال انت حاست عطارد ممكن تتعرض لكلام بسيء لك او لا افشاء اسرارك اهم اشي انك ما تهتم كثير لهذا الحكي كبه ورا ظهرك ما تسأل اضبط اعصابك ما تنفعل اه ما تتبادر بايشيء الا انه هاي الفترة راجع هيك وظلك تذكر كلمتي هاي الفترة صعبة لغاية عيد ميلادي هاي الفترة صعبة لغاية عيد ميلادي اللي بقولك لا طاقة ايجابية واتفائل وهذا اه اسمع التوقعات لما القمر يصير في السرطان بكون لصالحك لما القمر يصير موجود بالعقرب لصالحك بدعمك بالجدي برضو لصالحك بالثور لصالحك بالعذرة بتعبك اه هيك اهتم في هاي الامور ولكن ما تهتم في امور انه سحر وغيب وهاي الامور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لانتقالة عطهرد واتمنى انه كل اشي ايجابي انا حكيته يصير كل اشي سلبي انا حكيته ما يصير طبعا هاي كلها توقعات والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء